الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله صوت من السماوات ماذا شريفا ذاتي قم بلغي الآياتي وردتني القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العلي العظيم الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله صوت من السماوات ماذا شريفا ذاتي قم بلغي الآيات ورد للقرآن يا أيها الأمي يا رسول الله يا أيها الأمي يا رسول الله اطرأ يا خير النبي بلسانك العربي من صفحة الأكوار من أنج من ظهري والشمس والبدري من أنج من ظهري والشمس والبدري بأمرنا تجري على مدى الأزمان الله الله يا الله يا الله سماؤها وفعت الله الله يا الله يا الله جبالها نصيبت الله الله يا الله وأرضها سطيحت بقدرة الرحمن بقدرة الرحمن بقدرة الرحمن بقدرة الرحمن هو الذي علم ورغبك الأكرم هو الذي علم ما لم تكن تعلم يا أيها الإنسان بأمرنا أنذر وباسمنا كبر وبيتنا طاهر من هذه الأوثى فاصطع بما تمر أدى الذي ينصر فاصطع بما تمر أدى الذي ينصر أدى الذي ينحر أدى الذي ينصر 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 في القرآن أدى الذي ينصر 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 من الجميع أدى الذي ينصر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة قدر فلك را كمال منزلتينيس در نظر قدر اشتركوا في القناة 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 موسيقى 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 يا تبيل الكلام مطقا أنت الخاتم صدقا يا مولاي عميب الكرم جزيل النعم وبحر الحكم يا مولاي عميب الكرم جزيل النعم وبحر الحكم يا مولاي شهد البصر لله نزلت سوى لله سجد البشر فهو النور ونور النور لقلب سرور لنفس حضوره فهو النور ونور النور لقلب سرور لنفس حضوره فهو النور ونور النور لقلب سرور لنفس حضوره اشتركوا في القناة باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة باسم ربك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة باسم ربك اشتركوا في القناة 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 موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة 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 موسيقى اشتركوا في القناة 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 الكرامة, أغرره في أسفلاتي، أغرره في أسفلاتي، أغرره في أسفلاتي، أغرره في أصفلاتك كرامة أغرره في أسفلاتي اطورة أولادmealه وصفحة في أسفلاتي النوراءً في أمراضي كل ماه فرعه في سبيك القرامة مسلمانا и مسلمانك, создano u onome što je inspiracija i snaga i poruka najjača, najsnažija, nepotvorena poruka Kur'ana. E to je naše bogatstvo. E to je, braćo i sestre, naša snaga. I zato je snaga i večeras bilo i ova dva dana ovdje po 26. put u Islamskom centru u Zagrebu da se okupimo iz raznih džemata, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Švicarske, Makedonije, Kosova, Albanije i evo čuli smo 46 zemalja. Da večeras svjedočimo samo jednu istinu, a to je da je Kur'an Božjane potvorena riječ i da garantiramo s ovim hafizima da će Kur'ana ko Bog da inšala po Allahovom emeru obstati do sudnjega dan. E to smo mi, braće. Zato Allahov se kune braćo i sestre Allahov se ponovno kune. Vrijedilo se roditi za u noć samo večeras. Jer je Allahov bereket ovdje. Allahova je inspiracija ovdje. Allahova je snaga ovdje. Gdje se Kur'an uči samo može bereket biti. Gdje Kur'ana nema tu stiže svako je bjela i svaka snaga. ovaj centar ima 32 godine nikada ni jedan dan nije bio u krizi. Zašto? Vjerujte, nema drugog razloga samo zato što je hurmetom Kur'ana opstao. I opstao će ako budu da su njega dana. Jer se njeguje Kur'an. Uči se Kur'an. Poštuje se Kur'ansko slovo. E to je naša snaga. Zato bih večeras pozvao sve ove evropske trusove mozgova koji sjede i domišljaju braćo čujte ovo ovo dobro čujte. Kako će napisati neki evropski Kur'an. Čujte ovo dobro čujte. I zato dobili deset miliona eura iz fondova Evropske unije. Da napišu zajedno institut iz Madrida, Pariza, Berlina i Rima. Da napišu evropski Kur'an kako bi nas u dalalet odveli. Nama ne treba evropski Kur'an. Nama treba Božji Kur'an. Mi ga, alhamdulillah, imamo i ovi večeras potvrđujemo da ga čuvamo i čuvat ćemo ga dosudnjega dam. Braćo, to je dodatna obaveza. I mene je kao muftija ovdje u Hrvatskoj i ovog moga brata iz Kuvajta koji je večeras došao iz pred ministarstva vakufa da bude s nama i pomogao i ovog moga brata Malulaha Đabira iz Katara. oni su prepoznali šta je projekat i kako se može postati najbolja slika umeta Muhammeda ona je večeras poslana ovdje upravo u ovom našem islamskom centru. U sred Evrope ponosni smo na svoj iman, ponosni smo na svoj islam, ponosni smo na svoj Kur'an i Allahom se kunemo da ćemo ga nositi dosudnjega dana. Odavno nam nameću nekakav euroislam. Odavno nam nameću nekakvu priču vaku ili nakvu. Nama treba islam i nama treba čisti Kur'an mi ga elhamdulillahi rabbi alemin imam. Zato mi je drago da ste večeras svi s nama ovdje da možemo večeras svjedočiti ovom velikom činu. Vidjeli ste kako su svi jezici lijepi. Svi jezici su lijepi oni koji slave i veličaju Allah. Svi jezici su lijepi koji slave i veličaju poslanika Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem. Pa čuli ste večeras i na arabskom i na turskom i na bilesi bangladeškom albanskom i mnogim iranskom perzijskom i mnogim jezicima vidite kako lijepo uči vidite braćo i sestri. Šta nas je ovdje okupilo? Ljubav prema Kur'anu. Naša su se srca stopila s Kur'an i Kerimom. I mi smo razumijeli onoga što je učio iz Irana i onoga što je učio iz Turske i onoga što je učio iz Bangladeša i onoga što je učio iz Malezije. Zašto? Jer je to jedan put jer je to jedan Kur'an jer smo mi jedan ummet i večera smo prava slika ummeta Muhammeda sallallahu aleyhi ve sallam bil. Ponosna sam na to. Zato da ne duljem prvo hvala vama svima koji ste došli da budete s nama večeras. Vidim ovdje da ne nabrajem ostavit ću koga mnogi džemata imama glavnih imama hvala vam svima da vas Allah nagradi ako bukdeš. Hvala cijelom odboru izrašnog odbora međusa Zagreb na čelu sa glavnim imamom i predsjednikom međusa koji su zajedno sa glavnim tajništvom za natjecanje učača Kur'ana priveli kraju ovu veliku manifestaciju. Hvala svim volonterima koji su se pomogli. A dozvolite da posebno kažem jedno veliko hvala ocjenjivačkoj komisiji koja je dala veliki trud da je tu su male nijance bile upola boda i manje od pola boda. Nije njima lahko. Valja i to nositi pred Allahom i pred savješćom. Ali da se zahvalim našoj braći i ministarstva vakufa države Katar na čelu sa ministrom dr. Alkuvarijem koji je godinama s nama u ovom hajrli poslu. Mi smo sretni da imamo takvu braću i takve prijatelje. S nama su večeras i braća iz ministarstva vakufa iz Kuvajta koji su također s nama i pozivami da budu i dalje s nama ako bojde da ovom je hajrli poslu. Ali jedno veliko hvala dugujem gradu Zagrebu i gradonačelniku koji je i sponsor i pokrovitelj ovoga takveće. Čuli smo preksinoći njegovo obraćanje na samom otvorenju da je ovo grad širok za sve vjere za sve nacije za sve kulture i to je stvarno život. Takav je život u Zagrebu. Mi smo ponosni na taj naš život koji živimo ovdje u Zagrebu. Da nije tako ne bi mogli biti veće da su ovdje. Zato molim Allah Đelalšanuhu da vas sve nagradi posebno ove naše hafize i hafize koji su nam uljepšali ova tri dana ovdje u Zagrebu. Koji su samim svojim dolaskom donijeli bereketu u džemati u ovaj grad. Koji su svojim lijepim glasovima uljepšali i napojili naša srca. Za mene ova manifestacija Kur'ana je godišnja najveća manifestacija kojom napojim svoj iman učvrstim svoje vjerovanje i ojačam se i inspiriram se za narednu godinu dana. Molim Boga da tako bude svima nama i molim Boga da nas sačuvao svih izazova i iskušenja koja ne možemo podnijeti. Amin ja Rabbel Alamin. Zahvaljujemo se našoj muftiji. A sada bih zamolio generalnog sekretara međunarodnog natjecanja učača Kur'ana i podpredsjednika Međilisa Islamske zajednice Zagreb gospodina Haji Halida Jasina Zahvaljujemo Zahvaljujemo أستاذ الكريم غنيم الشهري ممثل جمعية أوروبا والأمريكيتين شعبة البلقان ممثل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت مدير جائزة تورونتو في كندا الأخ محمد حسن الشيخ مصطفى عضو هيئة علماء أوروبا الأخوة الحضور جميعا الصفار الليبية شركة الطيران التركية الحضور الكريم عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى أهلين من الناس قالوا يا رسول الله منهم قال أهل القرآن أهل الله وخاصته وقال سيدنا عمر رضي الله عنه إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع أقوام يرفع هؤلاء الأقوام باتباع القرآن الكريم وعدم اتباع القرآن الكريم يضع هؤلاء الأقوام فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا سكينته وأن تغشان رحمته وأن تحفنا الملائكة وأن يذكرنا الله سبحانه وتعالى عنده بين الكيرام إخوة الكرام وبهذا فليتنافس المتنافسون الأخوة الحفاظ الكرام المشاركين في هذه المسابقة الطيبة الكريمة بالنسبة لنا كلكم فائزون وهذا الأمر التنافسي الآن هو أمر تعبدي لا نركض وراء الجائزة بل نركض وراء الجائزة الربانية عند الله سبحانه وتعالى نحن في جمهورية كرواتيا وبالأخص الجمعية الإسلامية والمشخة الإسلامية ممثلة بالأمانة العامة للمسابقة الأوروبية الدولية نسعى دائما أن تكون هذه المسابقة مصابقة ربانية نحن نعلم أن الكثير من المصابقات في العالم تفوق مصابقتنا جوائزا لكن مسعانا هو المسعى الرباني ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا فائزين بالجنة وعندما يجيء يوم القيامة بكم أول ما يأتي فيه يقول يا رب فيقول أعطوه تاج الكرامة يا رب زدني حلة فيلبسوه تاج الكرامة وحلة الكرامة ويقول اقرأ وارتقي والحافظ مقامه بالجنة بقدر ما يحفظ من القرآن الكريم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم عليكم ويرفع قدركم ويزيدكم رفعة وكرامة كلكم أيها الحفاظ الكرام للمعلومة المسابقة القرآنية في جمهورية كرواتي هي أقدم خامس مسابقة في العالم هذه الدورة رقم ستة وعشرين بما يعني فترة الانقطاع بين فترة الحرب اللي كانت دائرة في كرواتيا يعني في يغسلافة السابقة لكانت فاقت هذه المرتبة وكانت من الأوائل الثلاث لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في حفظكم وندعو الأخوة الذين لم يفوزوا بالمراتب الأولى أن يشاركوا معنا في المسابقة في العام القادم في الدورة السبع وعشرين فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى فالشكر أولاً ودائماً لهذه الوزارة المقدرة الجليلة المبجلة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر الداعم الرئيسي والرسمي للمسابقة الأوروبية الدولية منذ فترة طويلة فجزاهم الله عنا كل خير وجزى سعادة الوزير الدكتور غيث بن مبارك الكواري خير الجزاء وجزى الله أخونا الشيخ مالو الله الجابر خير الجزاء على ما قدم ويقدم كعود في لجنة التحكيم وكذلك كمدير لأدارة الدعوة فنأمل منه السنة القادمة بإذن الله تعالى أن تنظم على هامش هذه المسابقة دورة تدريبية للحفاظ يشارك فيها حفاظ من كل الدول الأوروبية طبعاً وزارة الأوقاف لم تكتفي في هذه السنة أن تشارك داعماً بالدعم المادي وكذلك بمشاركة أخونا الفاضل لكن أقامت على هامش هذه المسابقة معرض للآيات القرآنية مع الترجمة إلى اللغة العربية فجزاهم الله خير الجزاء على هذا العمل وكذلك نتوجه بالتقدير إلى جمعية أوروبا والإمريكيتين شعبة البلقان من دولة الكويت على ما قدمه من دعم لجوائز هذه المسابقة المباركة كذلك الشكر إلى وزارة الأوقاف والشؤون الأسلامية معنا أخونا الفاضل الأستاذ وليد فبارك الله فيهم وجهودهم وبارك لكم في جهودكم وفي حضوركم نأنس بكم دائماً فجزاكم الله عنا وعلى المسلمين خير الجزاء نرحب بكم دائماً وأبداً بيننا فأنتم عضيضين لنا ونحن عضيضين لكم أنتم أخوتنا ونحن أخوتكم ونحن نعتز بديننا وبقرآننا كما قال فضيلة المفتي القرآن هو دستورنا ومحمد عليه الصلاة والسلام هو نبينا ولا نغير ولا نبدل هذا ديننا ونحن نعتز فيه والشكر كذلك لأخونا الذي يشاركنا دائماً معنا المخرج والمعد ياسر فرج فجزاه الله خير الجزاء نشكر شركة الطيران التركي على ما تقدمه من مساعدة دائماً لنا في المشيخ الإسلامية خصوصاً في وقت المسابقة أو خارجها فجزاهم الله كل الخير والشكر لكم جميعاً والشكر لكم أيها الحفاظ والشكر لكم أيها الفتيات الطيبات الحافظات للقرآن الكريم نسأل الله تعالى أن يحفظكم جميعاً وأن يديم عليكم نعمة الأمن والإيمان والعفو والعافية جزاكم الله خيراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوام صدق الله العظيم بسم الله الرحمن 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 الرحيم بسم الله الرحمن 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 الرحيم بسم الله الرحمن 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 الرح كما اعطيه مفتاءوم ، descending انко من أعطيه فضاء الله جل أنه حب وجده أعطيه ولن جيدة الطقات ولاى أيها keerاء فذا عد جيمeme فضاء مجدrée من نجاح نام اتفره ناغاً جاميه فيه 1932 عام جميه كانت منطقة اتفرقه اطفال قد بسببه وضع طلب يقوم متحوطة حفزة تلك جهود يحبون من شكراً جميعاً ، نحن بسببه بسبب أمين يحصل على أكبر عدد من اجابه من قد تلك الطائرة حفزة من طلب نهاية العالمية. د. هافظом فزلیچем koji nas je napustio i mi na ovaj način nastavljamo taj emanet koji su nam ostavili naši prethodnici. Svake godine njegova porodica u ime našega profesora daje novčanu nagradu kao plaketu za ukupnog pobjednika, a ukupni pobjednik je onaj koji pobjeđuje u kategoriji HIFSA. I njegova obitelj dakle daje novčanu nagradu svake godine od 500 eura i mi to uručujemo dakle pobjedniku u kategoriji HIFSA. Kao što je rekao muftija vjerujte mi svake iz godine u godinu sve nam je teže. Naravno uz ovakvu komisiju možemo reći da nije bilo tako teško ali kako nam svake godine dolaze sve više kandidata sve kvalitetniji onda je otuda i veća odgovornost i obaveza ocjenjivačke komisije. Kao što je rekao muftija ne samo jedna desetina nego jedna dva desetina je odlučivala ko će biti u kategoriji HIFSA prvi, drugi, treći, pa i četvrti, peti. Stoga dozvolite mi da objavim službene rezultate a nakon što objavimo sve rezultate na oglasnoj ploči svi natjecatelji imaju priliku vidjeti svoje rezultate. Prvo ćemo objaviti rezultate iz kategorije Tilavet. Ove godine je bilo najmanje natjecatelja u ovoj kategoriji stoga treće mjesto u kategoriji Tilavet osvojio je od mogućih sto bodova 89,8 Abdullah el-Shatibi iz Nizozemske. Al-Faizu-Thalith fil-Fara'i-Tilava hua Abdullah el-Shatibi min Holanda. فَزَبِ تِسْعَوَ ثَمَنِين فَاسِلْ صفر ثَمَنِيَ Kad proglasimo sve trojcu iz svake kategorije onda ćemo jedan zajednički tekbir pravučiti. Drugo mjesto enes kaput iz turska devedeset tri poena al-Faizu-Thani fil-Fara'i-Tilava hua enes kaput min Turkiya faza bi-Faizu-Thalitha wa-tis-aun derajah. i prvom jesto haadi asfidani is islamska republike iran dvedeset dved nula nula al-Faizu-Thani al-Faizu-Thani haadi asfidani min jumehuriyya islamiya iran faz b-tis-a wa-tis-aun derajah Allah Allah hua ekbar Allah hua ekbar la ilahe illallah hua Allah hua ekbar Allah hua ekbar hua illallah ilhamd Nagrade pobjednicima u kategoriji 5 Đuzeva dijelit će magistar Nermin Botonjić predsjednik Medlica Islamske zajednice Zagreb i Hadži Alem Orlić član organizacijskog odbora kuranskog natjesanja u Zagrebu ova kategorija mogli bismo reći za ovu godinu da je bila beričetna za našu zajednicu treće mjesto osvojio je Dževad Zendeli sa 94,67% Bodova Bodova ova kategorija ova kategorija ova kategorija Ova kategorija odbora kategorija za 97,29% Bodova الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر والإله إلا حمد أكبر 15 جزيما أكبر أكبر 15 جزيما أكبر يصبح خزيفة العزاوي من إراكا 9.6.67 الفائز الثالث في الفرع 15 جزءا فاز بـ 95.67 درجة خزيفة العزاوي من جمهورية العراق درغو ميستو أسفوه ردوان أبو العاقل إز بلغية 96.42 الفائز الثالث هو ردوان أبو العاقل من بلغيكا فاز بـ 96.42 درجة في فروا ميستو أساد جوكتة إز تورسك 96.67 الله أكبر الله أكبر الرائز الأول هو أساد جوكتة من تركيا أساد جوكتة من تركيا أساد جوكتة من تركيا أمثيشكе أمثيسك مفتاش المشهة أمثيشم المحيغة وجهة أعطاست أمثيش عبد أمثيش 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 ما يدعوا أكبر أمثيش اكثر أدء يجب ان تركيا kao llegar a Sir Kod Kudkuće. sextitamo naravno i njemu i njegovom natjecateljom. U kategoriji HIFSA Nagrade pobjednicima делi naš muftija Dr. Aziz Zefendi Hasanović i član Docenjivačke komisije Şeyh Malala Džabir iz Katra te Hadjihali Djasan. U kategoriji HIFSA dakle najteže kategorije ترجم يستو ديالة زايدنا كويت و ماليزيا عبدالوافي الزاكي بن سنوان و عبدالرحمن الشوي الفائزان الثالث في الفرع حفظ القرآن هما عبدالرحمن الشوي من كويت و عبدالله وافي الزاكي بن سنوان تسعة وثمانية وتسعون فاصل سبعة وستون درجة اشتركوا في الفرع حفظ اشتركوا في القناة 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 الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله صوت من السماوات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة